السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي معنا نهارده فيديو جديد هنقدر نتعرف فيه على اهم الاسئلة اللي بيجينا في خريطة العالم اول حاجة خالص احنا لازم نعرفها هي اسماء القرات والمحيطات فعندي اول حاجة دي قرة اسيا اللي هي اكبر قرات العالم يليها بعد كده قرات افريقيا بعد كده تيجي قرات امريكا الشمالية بعدين بتيجي قرات امريكا الجنوبية بعدين القرة القطبية الجنوبية اللي موجودة حوالين القطب الجنوبي بعد كده تيجي قرات اوروبا اما اصغر قرات العالم مساحة هي قرات استراليا يبقى انا عندي كده اكبر قرات مساحة اسيا يليها افريقيا امريكا الشمالية امريكا الجنوبية القرة القطبية اوروبا واخيرا استراليا بالنسبة للمحيطات فعندي اول حاجة ده اللي هو المحيط الهادي طبعا هو قلنا ان المحيط الهادي مش مقسوم مصين المفترض ان الارض عبارة عن قرى وبالتالي المحيط الهادي المفروض ان هو واحد الجزء دوا مع الدوران حوالين الارض ويجي يكمل من الناحية دي عشان كده هو اكبر المحيطات مساحة يجي بعد كده المحيط الاطلنطي بعد كده يجي المحيط الهندي ثم المحيط الجنوبي وبعد كده اصغر المحيطات اللي هو المحيط القطبي الشمالي برضو من ضمن الحاجات اللي لازم نعرفها على الخريطة اسماء البحار وخاصة البحار الداخلية والخارجية والبحار المغلق بالنسبة للبحر دوا هو ده كده بحر الصين وده من البحار الخارجية لان احنا بنشوف ان هو بيتصل بالمحيط بس بفتحة كبيرة بعد كده عندي البحر الاحمر والبحر المتوسط وده من البحار الداخلية لانها بتتصل بالمحيطات بس بفتحات ديئة اما في قارة اسيا فعندي بحر قزوين اللي هو يعتبر اشهر بحر مغلق يبقى انا عندي كده بحر الصين البحر الاحمر والمتوسط وعندي بحر قزوي بيسألني كمان فوق الاعداد على الجبال وتحديدا بيجيب لي هنا جبال الهملايا في قارة اسيا وعندي هنا جبال القلب في قارة اوروبا وبيجيب لي جبال الانديز في امريكا الجنوبية بيسألني كمان على الجبال دي ودي بتبقى سهلة جدا على الطالب انه يعرفها لانه درسها كتير في السنوات اللي فاتت اللي هي جبال البحر الاحمر اللي احنا بس عايزين نأكد عليه في قارة افريقيا انه سعاد بيجيب الهضبة ديا كاشهر مثال على الهضاب البركانية اللي هي هضبة اثيوبيا من ضمن برضو المطلوب مني ان انا اعرف على الخريطة دوائر العرض الرئيسية خط الاستواء والمضارين تحديدا اولا عشان نميز خط الاستواء لانه هو الاهم بالنسبة لنا انا عندي دايما قارة افريقيا لو تلاحظ ان هي بتيجي من هنا كده تحت الانحناء ده بالزبط بيجي خط الاستواء يبقى هو خط الاستواء هيجي كده ده كده اللي هو خط الاستواء وزي ما احنا شايفين بيمر بقرة اسيا بيمر بقرة افريقيا بيمر بقرة امريكا الجنوبية فوق فوق خط خط الاستواء هيبقى هنا كده هيجي مدار السرطان اما تحت خط الاستواء فبيجي لنا مدار الجدي مدار السرطان بيمر بقرة اسيا بعد كده قرة افريقيا ثم قرة امريكا الشمالية مدار الجدي بيمر باستراليا افريقيا امريكا الجنوبية يبقى انا عندي كده ده خط الاستواء اللي هو رقم صفر وبعد كده عندي مدار السرطان اللي هو 23.5 بس شمالا وبعد كده عندي مدار الجدي اللي هو 23.5 جنوب سعد برضو بيسأل على الدائرة القطبية الشمالية اللي هي درجتها 66.5 شمالا اسمها الدائرة القطبية الشمالية ودي بيتمر في قارة اسيا ثم في قارة اوروبا ثم في قارة امريكا الشمالية عندي بعد كده هنا عند المسلس ده اللي هي دولة انجلترا بييجي خط جيرينيش بييجي خط جيرينيش يبقى انا عندي كده خط الاستواء فوقي مدار السرطان تحت مدار إرجاد وفي النص هنا بالزبط هو خط جيرينيش لو نراحس حاجة كمان مهمة جدا ان خط جيرينيش وان بياسم الارض لنص شرقي ونص غربي مساحة اليابس في نص القرى الشرقي اكبر بكتير من مساحة اليابس في نص القرى الغربي بكده نقدر نقول ان احنا عرفنا ايه المطلوب مننا على الخريطة وايه اهم الظاهرات اللي انا مطالب ان انا استنتجها من على الخريطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته